اشتركوا في القناة شكرا 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 ما شكرا وكانت من أجل الناس عاديين وليس كنت أعرفت وكانت أعطيه دواة ما حالة تلقيت؟ تكون قريبة تتلقى عن ذلك ما تقول لك صاحبتك؟ ما تقول لك السيدة من صاحبتك أو من العائلة؟ ما تقول لك؟ ما تبقى في هذا الحال؟ ما تقول لك؟ لماذا؟ لماذا تبقى مؤثر؟ أبقى فيتلك تتحضر وليس كتنا لم تتحضر بشكل اكثر يعني المقديمة قلقاتهم مع السبابة في خطرها قد كتف خطرها بشكل اكثر واحد لقصة دارت لاباته وليس كتنا ويكون شي وعاود ازا واحد الهي القريب واحد اه راجل بغا يزيوج ايا تساهمو داك شي وقال لك يعني اقدر فشهر ربعا يجي وديرو اللاكتو وديرو العرض وعاود يعيطو وقال لك ما بغاش وعاود ولاتيو في الحالة شنو تدير هي تسخدام اه تسقراش حال عندهم نعم صارها هي مكات قراش وعندها تكون عقدك اثنين وربعين مكات قراش والخدمة يعني ليلة بالله شي حاجة دارتها في الدار خدماتها بيدها في الدار وصفية قرات شوية كانت قرات شوية لا هي معمرها ما قرات معمرها ما قرات ولكن قرات في الامية نزيان رائح هالشي قرات يعني في محول الامية لما بعد لا قولها قبل 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 رائح عندك اتصال بها يعني دائما لألاء اه يا دا بقعك ما يفينا فرادي واخر لألاء نجاوبك هذا اللا مرحبا بك مرحبا مرحبا كنحييك بزاف بعدها لألاء على تواصلك من اجل صاحبتك ولا سيدة من عائلتك او لا يعني حاجة اللي الحمد لله تتبين تضامن دينا احنا المغربة واحنا المسلمين وكتبين انه كين احساس بعضنا وكين محبة وكين رغبة في اسعاد الاخر هذا الشيء اللي هو رائع وغادي نجاوبك لألاء ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل مرحبا الهم اللي كاتهزيه ربما لهاد الأخت ديالك أختك يعني صداقتك وحبيبتك ومن العائلة فشنو اللي وقع له هاد سيدة هادي شنو اللي وقع له لما الإنسان سيوقع له حدث من الأحداث اللي ما تيكون شايم توقعه ما تيكون لهش مهيئ نفسانيا ولا فكريا داخل علاقة زوجية فرا هذا مش روع ومش روع شنو كنتوقعوا فيه ممكن توقعوا فيه النجاح وممكن توقعوا فيه الخسارة احنا ماشي تندخلوه احنا يبو حد الخوف ماشي هذا اللي مطلوب إطلاقا ولكن تنقولو بأنه خصنا نديرو العوامل ديال إنجاح هذا المشروع هذا المشروع من الأساس الأرضية دياله ما كيناش احنا يسحب لينا راح نفرشين واحد الأرض اللي هي قاسحة وصل البلقينة غيل تحت كينيت تبن إذن هنا ربما تتكلمي على هي شي حاجة اللي خارجة على مسؤوليتها مسؤوليتها لما دخلت للزواج وإلا راح مسؤولة قبل كيفاش متقولة قبل تفرض على عائلتها وتفرض على الناس اللي زوجوها أنها هاد السيد تعرفوه وتكلم معاه وتهتر معاه وتقلس معاه وتفهم شنو هي المصادر الفكرية دياله وتفهم الأفكار دياله هاد شي اللي احنا باقي عنا فيه في واحد الأسار وفي واحد البيئات عنا في حياء وكين واقع هذا في حياء ولكن احنا تنترجع وأنه الأمور تغير مستقبلا بل هاد شي تنشوفوه حتى عند الرجال حتى بعد الرجال تيقول لك أنه زوجوني عائلتي وزوجتني ممي وزوجني كذا وزوجني والآن أنا غير راضي فإذا هنا المسؤولية ديالها أو المسؤولية ديالك الشخص لزوجها أو للأب وللولي أنه ما عرفش وما سقصاش وما سولش وما بحثش على هاد السيد اللي يجاو زوج بنته ليه فهذا خطأ وهذا أمر راتيتي خالف تيخالف المبادئ ديالنا وتيخالف يعني السنن الإنسانية في أنه الله تعالى جعلنا باش نتعارفو وجعلناكم شعوبا وقبائل اللي تعارفو يتم التعارف في نطاق واسع وفي نطاق العلاقة الزوجية وبدأ العلاقة الزوجية بالخصوص فهنايا لو كان ربما واحد يحتيكك قبلي ربما لو كانت شي أمور لو ربما كانت زيارة الأهل يعني إحنا عنا الحمد لله عنا واحد التقافة ديالنا الغريبية أنه في أثناء الخطبة العائلة الضراج اللي كتجي عند الناس كيخطبوه وعائلة الزوجة حتي كاز مشي عندهم وتيشوفوه ومتيتعارفوه وكتكون واحد زيارة فردية وكتجي الخبار وكي يسقسي الإنسان وتيعرف ديك الإنسان كيفاش لكن ما نكذبوش أنه نقولو بأنه كين بعض الناس يجيدون ويحيكون هذك يعني التمثيلية كينين نعم لكن اللي هو عنده الفتنة وعنده الذكاء وعنده المعرفة ممكن أنه تخرج بعض الأمور وتتبلو بعض الأمور على كل حال هنا يا قلنا لما كي يجي الإنسان وكيتضم مع وضع وما قبلو شيء إذن واقع ربما دي الصدمة وقعت لها هنا كيفاش أنه كان تخلاو على الصدمة وكيفاش كان زول الصدمة من الجانب الذاتي النفسي دينا إذن خصى أفكار على استقصيتها على مستوها الدراسي على استقصيتها المعرفة ديالها استقصيتها كذلك على العمل لأنه جزء من الإنشغالات اللي كتساعد على الخروج من الصدمة والمعرفة اللي هي أساسية اللي كيتحكم في مشاعرنا هي أفكارنا إلا هي اعتقدت الآن بأنه نشوف هذاك الأمر قسم الله إذا نقوله إحنا نغربة قسم الله قدر الله ماشي باختيارها ماشي باختيارها فات وداز ومر حتى إلا كان باختيارها وهي اللي اخطأت فيه الآن لما الحاجة كتمر وكتدوز مع مرنما كان دخلو يدينا في الماضي وكان جبدوه وش الماضي؟ ممكن أن نرجعول ونغيرو فيه ممكنش إطلاقا نحن فيه دناء الحاضر فيه دناء الحاضر إلا حسننا التعامل مع الحاضر غيكون المستقبل جيد وغادي ننساوه الماضي وحتى الماضي غنستفدوا منه فقط إذن هنا الاستفادة شنو هي الاستفادة اللي بغي تستفد؟ هو أنه ماشي الزواج هو اللي خصو يكون رقم واحد في حياتها ماشي الزواج هو اللي خصو يكون رقم واحد في حياتها في حيات كل فتاة ولا في كل فتاة لما الفتاة تتعقد الآمل ديالها كاملة ما كيخليوها دارهم تقرأ ما كيخليوها تبتاتها ما كيخليوها تخرج المجتمع ما كيخليوها تقدم المجتمع عندها هاجس واحد وهم واحد أو حد هو أنه خصو يزوجها خصها تدخل بيت الزوجية وتزوج وتديري بنتي دارك وتديري ولداتك وتديري 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 ديري كأنه دائما هي هذه الإنسانة نقصة نقصها وخصها جيب شي حاجة اللي تكملها في حين أنه ما ربيناش ولداتنا على أنهم يكتفيوا بدواتهم أولا تفتخر بنفسها أولا تعتز بنفسها أولا هي كاملة مكمولة بزوج ولا بدون زوج هو كامل مكمول بزوجة ولا بدون زوجة أو لا بصديق ولا بدون صديق بجار ولا بدون جار بأب بأم أو لا بدون أم انتعلموا أنه يكون واحد الرضا عن الدات الرضا عن الدات كنجيبوه من خلال أنه تنقوه المهارات دينا وتنقوه القدرات دينا فهي خصت تعلم الآن أنها تستقل بنفسها أنها رغم شي حين تسمنجحاش لها العلاقة ره هي فاشلة أو لا هي ما عنداش قيمة حين تسمنجحاش لها الزوج حين تزوج خيد واحد الهاجس واحد الحيز كبير في العقل ديالها في الدين ديالها بحكم البيئة ربما والعائلة وكي تكلموا دابا هما تلقى الوقت مما قلسوا وقت مما قلسوا على واحد طبيلة ديال ديال أتاي ولا واحد الغليسة اللي في هادوز داتاي أو لهذا فلانا وقع ليها وطرع ليها من حقا أنها ترفض الحديث في الموضوع من حقا من حقا أنها ماشي دوزو بها ديال أتاي من حقا أنها ترفض أن هاد الموضوع يطار أنها شخصية ديالها ومن حقا كذلك أنها تقول أن بدأ حياة جديدة اللي هي بعيدا على يش بعيدا على أنه أنا باش نكون كاملة وباش نكون نجحة في حياتي خاصني خاصني نزوج والمشكلة ماشي هو في الزواج فقط هو في الاختيار لما كنتكلم عن الزواج كنتكلم على اختيار الآن هي بقى ما كتحش بأن نهارها مرتاحة الدليل أنه لما عودت بغى تزوج وكان ربما ما كان شي تفاهم وهذا الشخص هذا تراجع هي حسست بالنكسة نتكسات علش قدر ما نقوله فيعلان أنه كانت واحد الفرحة ومن بعد لا أنا بغيت تتشافة وتتعفى من الداخل تقول لي مكتافية بداتها مكتافية بنفسها وتفرح هي نفسها تقول أنا أخصي نفرح نفسي أنا كنتستحق نفرح نفسي أنا كنتستحق كل ما هو جميل ما كنتظرش من الآخر أنه يقول لي ما هو جميل أردوا بالكم لأجل مواجهة الصدمات لحياة مواجهة صعوبات لحياة مواجهة مشاكل لحياة مواجهة ربما شي صدمات من أشخاص مقربين اللي ما كانت تكونوش متوقعين أنهم يأديوكم قويروا نفسكم من الداخل واكتافيوا بنفسكم بالله سبحانه وتعالى أولا خليوا اعتمادكم على رب العالمين وقوة إيمانكم حضرة شنية القوة الإيمان تواصلك مع الله تعالى هو الأول يكون جيد وبعد ذلك يأتي الآخرين من بعد يجيوا الناس ولما يجيوا الناس أولهم انت أولهم انت كشخص أنا تنقول هذا الأمر ومتنقول لكم دائما وتنقول لكم ما شي هو أنانية هو إعطاء للنفس حقها لأنه لما تعطي لنفسك حقها ذيك الساعة ممكن أنه تعطي لآخر حقوقه إلا ما عطيتش لنفسك حقها ما يمكنش أنه تعطي لآخر حقوقه غدتنهار إذن هي الفكرة اللي تعتقدها أن هذا قدر من رب العالمين وإحنا ما يمكنش أن يكونوا مؤمنين إلا إلا آمن بالقدر خيره وشره كذلك الأمر يدل أنها تنشغل إلا خصائي لاش تمشي عند معالج أو لا تمشي عند طبيب يعني طبيب طيب عام موجود عندكم في أي مكان وتقول لها شنو 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 غيساعدها ببعض الأدوية أو لبعض الحديث حاولي تخرجيها من هالدائرة اللهر ذلك حاولي إنساو الموضوع دي الزواج تعتبر المرأة أنها مستقلة وأنها عندها كيان وأنها فرحانة بداتها وبنفسها بزواج ولا بلا زواج راه كينين قلوها بصراحة دائما نحن عندنا هذا الوضع إنسانا ما كيدخل واحد للحدث ربما كي بدي يتمنى لو كان كالآخرين كينين يدخلوا في علاقة زوجية تقول لك يا ريس كونهي ما دخلت شايف علاقة زوجية كون غيب قدس يعني حر دي النفسي واللي عازي بتقول لك يا ريس بغيت نزوج فإذا شنو الإشكال الإشكال هو أنه نرضى وباللي عنا وترضى بهذه القسمة وذلك الأمر اللي كاين وبعدها بعدها نتم يتم وحد بينا النفسي دخلت قراءة تكمل قريتها تاخد شهادة ديالها شهادة الابتدائية وتكمل في محول أمية وتعلم صنيعة وتبدأ يوميا تخرج وتدور في المنطقة ديال أرفود وتبقى تمشى مع رساتها وتاخد من الهواء النقي ديالليك المنطقة وتعتز وما تبقىش تشوف رساتها من الناس غير يقولوا فيها الناس خرجت الناس تدخلت في لنا طلقات في لنا كذا في لنا هذه أمور تقتل النفس الحديث الداخلي والقاتل الصامت أراها بعدو عليه بعدو على أنكم تبقى وتهضرون عن نفسكم بحديث الناس أراهن توم الله تعالى كرمكم وكرم الإنسان كرمك لأجل أنه تعرف تستعمل العقل ديالك وتستعمل أحاسيس ديالك ما تعطيش أحاسيسك لغيرك وما تعطيش كيف تنقولوا إحنا المغربة ودنيك لغيرك صلى الله تعالى توفيقوا الخير والتيسير مرحبا مرحبا